وللوقوف أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى سنبل حياك الله دكتور الله وحيا مشاهدي قناعة الرافدين الكرام دكتور أطلقت كل من إسرائيل وواشنطن تصريحات بأنهما في حالة السنفار وأن الرد الإيراني بات وشيكا كيف تقرأ تعمد واشنطن وتل أبيب تقديم إيران على أنها قوة لا تقهر هل هو جبر خواطر مثل ما يوصف البعض عندما تستمع إلى تصريحات الطرفين تجد بأنك أمام مسرحية واضحة وليس أمام حالة عداء مستحكم بين الطرفين فوجود إيران منذ عام 79 بإرادة دولية ومعروفة كيف جاء الخميني إلى السلطة يؤكد بأن هذا النظام عندما أقام دولة دينية في طهران أراد أن يعطي الشرعية لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين نعم ولكن تخلي النظام الرسمي العربي عن القضية الفلسطينية جعل هذا النظام يحاول امتلاك القضية الفلسطينية بأكملها وهذا ما حصر إخواننا الفلسطينيين الذين لم يجدوا من يقف إلى جانبهم من كل من حولهم سواء من البعيدين أو القريبين وخاصة بعد احتلال العراق لذلك هم أصبحوا يقبضون على الجمر والآن تتردد هذه الكلمات بأن هناك قواعد اشتباك لو نظرنا إلى الحرب الروسية الأوكرانية هل ترى هناك قواعد اشتباك ما بين الطرفين إنهم يخبرون الطرف الآخر أننا سنضرب وأننا سنتخذ المكان الفلاني ويقول له لا تضرب بهذا المكان وأننا أضرب في المكان الآخر كل هذه هي لعبة مكشوفة من أجل أن تمتلك إيران زمام القضية الفلسطينية وزمام أوراق المنطقة لتفرط بها من أجل مصالحها ومن أجل ضياع الأمة العربية وضياع الدور العربي بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط التصريحات التي سمعناها عن الرد الإيراني تأتي بعد أيام من اعتراف الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أن قصف قاعدة عين الأسد كانت بالتنسيق مع واشنطن إذن ما فائدة تصريحات الثار اليوم؟ هذه ليست مخفية على أحد عملية القصف أو القتل الذي طال السليماني وأعتقد طالت أيضا هؤلاء الضباط في سوريا أنا أعتقد بأنهم قد جعلتهم القيادة الإيرانية ورقة محروقة وقد تخلت عنهم لذلك عملية الرد ستكون وفق ما متفق عليه بين الطرفين لحفظ ماء الوجه أمام شعبيهما فقط أو لتحفظ ماء الوجه حماء مقم وطهران أمام الشعب الإيراني وفي محاولة أيضا لتصدير الأزمة الداخلية الإيرانية التي يواجهها هذا النظام بأنه يواجه النظام الكيام الصهيوني وأمريكا أو كما يسميه الشيطان الأكبر وهو متحالف معهم منذ أبان الحرب العراقية الإيرانية في عملية إيران جيت وغيرها لذلك هذا النظام غير موثوق به أبدا وهي عملية للفت الأنظار عما يجري في غزة من مذابح ومجازر على النساء والأطفال والمدنيين وهدم كامل لقطاع غزة لذلك هذه العملية يمكن أن تخدم الرأي العام أو المحلي بالنسبة للكيام الصهيوني وحتى لأمريكا لبايدن لذلك عملية النفخ في النظام الإيراني من قبل الإدارة الأمريكية هو يراج منه امتلاك قضايا الأمة العربية بعد أن امتلك ورقة العراق واليمن وسوريا ولبنان لذلك بقت هذه القطحة في فلسطين يحاول امتلاك ورقتها هذا النظام الغادر الغاشم العدو الأول للإسلام وللحرب ولفلسطين وللأقصى وإنما هي شعارات للمتاجرة فقط نعم استمعتم قبل قليل في التقرير إلى ما قال له مدير مركز الدراسات الستراتيجية الإيراني مصدق بور وهو يقول أن تل أبيب أخبرت طهران إمكانية قصفها لأي سفارة إسرائيلية في العالم بدلا من مهاجمة الداخل في الكيان المحتل هل معنى هذا هناك قواعد الاشتباك بين إيران وإسرائيل متفق عليها سابقا؟ أخي العزيز قواعد الاشتباك هذه الذي يتحدث بها المحللون السياسيون هي نقاط وضعتها لأمم المتعدة بأن عدم استهداف المدنيين عدم ضرب الأحياء السكنية عدم ضرب منظمات الإغاثة عدم ضرب المستشفيات هذه قواعد الاشتباك التي يلتزم بها الأطراف المتحاربة في كل العالم أما أنه هناك اتفاق بأن أنت لا تضرب الداخل أو لا تضرب الوزارة الدفاع وروح ضرب السفارة بره هذا اتفاق هذه مسرحية هذه مسرحية لأن الوضع الداخلي بالنسبة للكيان الصهيوني والتظاهرات التي تجري بتل أبيب وأمام مسكن نتنياهو لإطلاق سراح الرهائن والقبول بوقف إطلاق النار كل ذلك لا يريدون إيران أن تعزز هذه التظاهرات من خلال الضرب الداخل فقالوا لهم احفظوا ماء وجوهكم بالضرب على أحد السفارات في خارج إسرائيل حتى لا يكون هناك وقع وصدا على الداخل الإسرائيلي هذا هو كل ما فيه الأمور أما قواعد اشتباك لم نجد قواعد الاشتباك ما بين أمريكا عندما احتلت العراق وصطت عليه هذا السطو المسلح لم نرى هناك قواعد اشتباك بين روسيا وأوكرانيا لم نرى هناك قواعد اشتباك عندما غزت أمريكا الأفغانستان ودمرتها لم نجد هناك قواعد اشتباك ما بين أمريكا وفيتنا فكيف يمكن أن تكون هناك قواعد اشتباك؟ هذه مستحدثة من النظام العالمي الجديد الذي يريد لهذه العماء منتنا أن تتحكم بالمشروع الشرق أوسطي وتقاسمه مع الكيان الصهيوني على حساب الأرض العربية وعلى حساب المجتمع المسلم في هذه المنطقة نعم كان معنا عبر سكايب الدكتور يحياء السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي شكرا جزيلا لك